اليوم صباحا شروق أغلقت آخر أقلام ومراكز اقتراع في كندا والولايات المتحدة لأن هذين البلدين يختلفان بالتوقيت عن بلدان أوروبا وبلدان أفريقيا لذا كان المراكز في الولايات المتحدة وكندا آخر مراكز وقنصليات وصفرات تغلق أبوابها بحسب مدير المغتربين في وزارة الخارجية قال بأنه النسبة كان يتوقع أو تمنى أن تصل النسبة كانت إلى 70% ولكنها وصلت إلى 60% بالمجمل الاقتراع في المرحلتين الأولى والثانية بعض البلدان شهدت حوالي 70% من نسبة المسجلين وبعض البلدان حتى وصلت إلى 80% كسوريا على سبيل المثال وكان هناك أقبال ضعيف في بعض البلدان كبعض البلدان الأفريقية ولكن بالمجمل وصلت النسبة إلى 60% من أصل 225 ألف ناخب تسجلوا هذا الرقم بحد ذاته هو لبأس به هو قريب من النسبة التي تسجلت في العام 2018 لكن الفارق أنه اليوم من تسجلهم أعدادهم أكبر مقارنة مع العام 2018 لم تتعدى نسبة المسجلين 90 ألف ناخب مخترب عفوا الآن المرحلة المقبلة هي بانتظار وصول الصناديق لكي تتسلمها وزارة الداخلية وتحفظ في المصرف المركزي ريثما تجري العملية الانتخابية في الداخل للمقيمين وعند الانتهاء منها يتم فرز الصناديق مع الصناديق المقيمين في لبنان شروق شكرا جزيلا لك ليلة خليل من بيروت